السوق الافريقية هي الحل هكذا يرى مراقبون سوق تعد اكثر من مليار ومائتي مليون مستهلك تحرق اطماع الغرب والشر والتنفس على اقتحامها على اشده في معادلة يريدون من خلالها ان تلعب تونس دور وسيط تجاري او بوابة لنقل السلع في وقت يحتاج فيه النسيج الصناعي التونسي الى استعادة عافيته وتطوير قدراته التنفسية فما صراع اليوم ساير حول افريقيا والاتحاد الاوروبي باعتبارها الشريك الاكبر اليوم 30% من تبادل التجاري من افريقيا تم على اوروبا وثم تشريك اخر يراد له ان لا يدخل افريقيا وهي الصين لا يتعد التبادل البني لتونس مع الدول الافريقية نسبة 16% فيما يفوق حجم مبادلتها مع اوروبا نسبة 60% ورغم تعهد الحكومات المتعاقبة بمزيد من الانفتاح على افريقيا لكونها سوقا تقدم فرصا استثمارية واعدة عدم الاستقرار السياسي في البلاد حال دون التقدم في تنفيذ الاهداف المرسومة على ارض الواقع راغوا فما اشياء في بورد رادس النجم قلوا لنحبره وليس لن نعملها تلقى كي المستغل في حدود 20-25% ماهوش معقول نشوفوا البورد نفيذة اللي نتكلموا عليها عنده قداش المنافسين متاعنا عملوا نفيذة في اربعة ومازالوا قاعدين يعملوا احنا باقي نخموا باقي البرامج متاعنا موجودة والتنفيذ للاسف محدود الى حوكمة استغلال الموانئ التجارية وتطوير البنى التحتية تحتاج تونس حتى تنجح في ان تكون بوابة بين اوروبا والقارة السمراء رهان يستدعي ايضا تنشيط دور الدبلوماسية الاقتصادية وتوفير خطوط نقل وامداد جوي باتجاه مختلف المدن الافريقية وسط تسابق وتنافس دوليين على كسب السوق الافريقية ومرهنة بعض الاطراف على موقع تونس حتى تكون موانئها البحرية والجوية بوابات للعبور الى الفضاء الافريقي يحتاج الاقتصاد التونسي الى استعادة قدراته الانتاجية حتى يكون في كوكبة الدول المستفيدة من التبادل التجاري مع دول القارة السمراء عمد اشتار تونس الميادين